السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في الفيديو الجديد اليوم اللي غادي نشوفو فيه مع بعدياتنا واحد القاعدة باش نقدرو ان احنا نخدمو فوق هاد القاعدة هادي اي نوع ديال الدرس بطبيعة الحال اي نوع عجبكم تقدرو انكم تخدموه فوق من هاد القاعدة هادي اللي غادي نقسوها مع بعدياتنا بطبيعة الحال لاحظوا معايا اول حاجة تحتاجو لها وهو الابرة ديال الراندا الرقم ديالها خمسة وبطبيعة الحال الحرير عادي ديال السابرة يكون مبروم على ثلاثة ديال الشعرات باش تجي الخدمة مزيانة ومتقونا فلاحظوا معايا تنديرو جوج ديال الدربات على التوب وتنرجعو انطلعو هاد الطيعة هادي فاهم حاجة غادي نديرو الان وحد القاعدة رقيقال تحت عاد فوق منها غادي نخدمو وحد الخدمة اخرى فا هادي خدمة عادية يعني غير الغرازي غرزا ديال الواحد غا رجعو هاد المكان هادا وتندير هنا يالغرزا ديال اللولا هناك كيفما كتشوفو معايا كيفما كتلكم غير غرزا وحد اللي غادي نخدمو باش من بعد نقدر نخدم فوق منها وحد الخدمة اخرى المهم تنديرو هاد دريبة هادي فوق التوب وغادي نرجعو هاد الغرزا هادي اللي انا اسستها دابا لاحظو معايا جيدا وغادي ندخل فيها الابرة باش تكون عندي هاد الغرزا هادي ودائما كنرجع هاد النقطة تندخل الابرة ونجر الخيط لاحظو معايا مزيان نجر الخيط بهذا الشكل والان ترجع الخيط اللور بهذا الطريقة هادي لاحظو معايا الاتجاه ديال الخيط وغادي نمشي مباشرة التوب وندير غريزا عادية والان غا رجع لنفس هاد الغرزا هادي وغادي نخدم عليها هاد المرحلة هادي اللي تنخدم فيها الان ديال هاد الغرزا ديال يعني غرزا على واحد غير غرزا وحدة كتبقي غادا بيها على الطول ديال سواء الكم او القب فاتقدروا انكم تجاوزوها يعني لما بغيتوش تديروها بلايش وتبدو مباشرة من الدور الثاني اللي غا نخدمه فوق من هاد الضور هادا هادشي يعني كل وحدة تاخد العرض المناسب لها هي المهيما الان غادي نكمل هاد المرحلة هادي اللي فيها هاد الغرزا ديال الواحد دائما ترجع لهاد النقطة ونعاود نرجع نخدم مباشرة هنا ونمشي للتوب ندير الغرزا ديالي عادي جدا فوق التوب ونرجع لهنا باش نكون الغرزا ديالي ونعاود يعني نفس العمل كيبقا كيتكرر هنا واحد ملاحظة بالنسبة للسيدات اللي بغاوا يخدموا بجوج ديال الالوان فغادي اما انكم تخدموا يعني كيفما خدمت انا عادي جدا خدمت بلون واحد احتل اخر او ممكن انكم في يعني من اللي تكوني خدامة تستعملي جوج ديال الالوان مثلا انا تستعملي هاد اللون مثلا اللي استعملت انا ووحد وتقدري تستعملي حتى ثلاثة ديال الالوان يعني مشي اشكال اختيار غدي بقى ديالك غروه مؤخرا يعني الاغلبية مقاوش كيفضلوا يستعملوا ثلاثة الالوان او اربعة اغلبية كيفضلوا يستعملوا غير لون واحد او جوج ديال الالوان مهمة شي كيبقى غير دوق واختيار يعني كل واحد يدير الحاجة اللي عجباته لاحظوا معي هنا خديت خيط اخر مبروم حتى هو على ثلاثة ديال الشعرات وتنتبتوه في الغرزة اللولة وفي الغرزة التانية وغاد نرجع فيها بطبيعة الحال هنا وغاد نطلع الابرة ديالي بهذا الطريقة هادي باش تكون عندي هاد الغريزة ونعاود نرجع فيها هادي ديما هي البدية يعني هادي هي البدية باش نقدرون نكونوا هاد الخدمة هادي ها هاد الخدمة هادي اللي غدا نخدمها معاكم الان فراسبق لي وخدمتها كملاقية تقدروا انكم تلاقيوا بيها الجوانب ديال الجلابة غنخلي لكم الرابط ان شاء الله في صندوق الوصف اسفل الفيديو المهم لاحظوا معايا ما بين هاد الجوج ديال الدربات كالدخل الابرة ما بيناتهم يعني هادو كالجوج ديال الدربات اللي خدمناهم فوق هاد القاعدة اللي كوناها في الاسفل وتتكون عندك واحد الخدمة هنا بحل حبك المهم اني شافت الفيديو اللي خدمنا في هاديك الملاقية واحد الملاقية محبوكة وكما قلت لكم انخلي لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو فبالزربة غدا تقدر انها تفهمها الدرس لانها تما كانت يعني فاش خدمناها كملاقية كانت اوضح سوائر ديالها كان اوضح حيث كالدربة في التوب فتبال لك الخدمة واضحة المهم اه تقدروا انكم ترجعوا لهديك الملاقية حتى هي رائعة جدا واللي خدمتها اشترك بالفعل اصحة اسف اوضحان ما نشاهده كما قلت لكم هذه هي الملاقية اه حفوا اه يعني الغرزة المحبوكة بهذا الطريقة هذي انا ديالن احنا ديالن خدمان عادية جدا ولكن بحلها كنحبكو يعني خدمات كل گزر بنجاوز هذه الحبكة وبحل ان نطلعها نضيف الغريزة نضيف الغريزة نضيف الغريزة نعود الغرزة الفوقانية ندخل فيها الإبرة هل تريد أن تستعمل جوج الألوان أو حتى ثلاثة الألوان فهذا الدور تخدمه بلون آخر لاحظوا معي جيدا كنجاوزه هنا وكنجيوه هنا ما بين هاد الجوج ديال الضربات ولي بغت تخدم هاد الخدمة هادي اللي كندير فيها الآن عود فاش تدير هاد الغرزة ديال الواحد اللي درناها التحت ما تدير هاش وتخدم في بلاست هاد الخدمة هادي اللي كندير فيها أنا دابا تخدمها مباشرة فوق تو وتدير طبعا الحال العدد ديال أدوار اللي عجبها يعني تدير جوج ديال أدوار ثلاثة واربعة دور واحد وتخدم الدرس ديالها عادي فوق منه المهم هادي كتبقى غير قاعدة يقدر الواحد يستعملها بش يعطي الدرس يجي يعني المنظر دياله كيجي رائع سراحة فوق من هاد القاعدة اللي كتكون محبوكة فلاحظوا معي جيدا دي مقضة ديالك فوق الدور الأول والضربة الثانية الفوق المهم كيف ما كتشوفوا معي كملنا العمل ديالنا بهذا الشكل وهدي الملاقية الملاقية هادي الغرزة المحبوكة المهم هنا غادي نحاول أنا ناخد خيط آخر وانا هنا كيف ما شفتوا معي استعملت لون واحد بالنسبة اللي غا تخدم جوج ديالالوان فراها ها تعرف يعني غا تعاود ترجع تخدم بنفس اللون اللي خدمات بيه في اللون المهم هناك اه الالوان كيبقى بطابعة الحال ضوق واختيار لاحظوا معي مزيان غادي نحاول نطبق نفس العملية ولنفس الخدمة اللي درناها في الدور الثاني وهذا بطبيعة الحال والدور الثالث كنأسس اول حاجة هاد جوج ديال الغرزات وغا رجع لهنا ما بين هاد جوج ديال الغرزات اللي خدمتهم فوق الدور الثاني كندخل إبرة ديالي في هاد العوينة هادي اللي جات في الوسط باش تعطيني هاد الشكل هادا ديال الخيط احضوا معي مزيان هاد طارقار كتجي رائع جدا وكتبيل الخدمة احترافية يعني من كتديري بحال هاد القاعدة وكتخدمي فوق منه وحد درس يعني كيبان ان الدرس مخدوم بشكل احترافي وزوين المهم هاد الخدمة بالخصوص كتجي في القفاطن لانه على الاغلب القفطان تيكون عامر يعني تيكون مخدوم مخدوم بزاف يعني كيكون فيه البريد مثلا او للطرز فتقدري انكي الدرس ديال الكمام وحتى بطابعة الحال ديال القب تقدري تديري ليه وحد القاعدة كبيرة قعدة تخدمي فوق من هاد درس فتقدري وحد الشكل رائع جدا فلاحظوا معي مزيان هناك ترجعي الغرزة الفوق عنية وديما كتجي ما بين هاد الجوج ديال الدربات اللي خدمنا من فوق الدور الثاني وتندخلوا الإبرة ديالنا بشكل عادي جدا ونجروا الخيط هناك تتكون عندك هاد الغريزة هاد بهاد شكل لاحظوا معي جيدا كنرجع فوق الدور الثاني وندير الغرزة ديالي ونمشي نكمل خدمة الاخر لاحظوا معي مزيان المهم انا غنخدم غير ثلاثة ديال الادوار وطبيعة الحال كيما كتلكم اختيار كيبقى ديالكم هنا بالنسبة للدرس اللي بغايت تدير فوق من هاد القاعدة هاد ريس هادة كان سبق لي وخدمته درس ديال الشميشة كنت اختمته بوحد الفيديو اخر مو ما نخلي لكم حتى هو الرابط ديالي واسفل الفيديو في صندوق الوصفة اما الان فقد نخدم معاكم وحد ريس كيشبه لهذا ولاني مختلف عليه وحد شوية يعني الاخر فيها نوعا ما فيها بزاف ديال التقنيات ومشي بزاف غير شوية ولكن هو نوعا ما يعني الاخر احترافي على هاد درس هذا اللي غنخدم معاكم دابا يعني اللي بغا تسهل على القادية تخدم هادة اللي غندير داباك السهل وبسيط وهاد العقيق كيعطيه وحد لمن درسوين هاد غير عقيق عادي ديال العبار وبطبيعة الحال اللي بغا تدير العقيق ديال الخيط فهو تيكون افضل موهم هنا من بعد ما تبتنا العقيق ديالنا كنرجع لنفس الغرزاق اللي بدينا منها الخدمة وكندير نعاود نخدم عليها وحد غريزة اخرى باش نتبت هاد الخيط اللي هو الاساس ديالي باش نخدم ورجع في الغرزة اللي قبل منها وندير وحد دريبة هنا غير باش نقدر نشد الخدمة مزيان يعني باش الخدمة تجي مشدودة وكنعاود نرجع اسفل هاد نصف دائرة نهبط الإبرة ديالي هنا وغندير غرزة عادية كنجر الخيط بهاد الطريقة ونحاول انني ندير واحد الدرس ديال الواحد الدرس ديال الواحد يعني اللي كنخدموه عادة كتدخلي الابرق في هاد الغرزة هادي اللي كوناها الان واللوي والخيط ثلاثة ديال المرات او ربعة ديال المرات يعني الاختيار غا يبقى ديالكم بطبيعة الحال المهم كما قلت لكم اديروا اي نوع ديال الدرس يعني ماشي داروري هاد درس اللي درت انا اي نوع اللي عجبكم اللي مهم عندي انا في هاد الخدمة هو القاعدة اللي خدمت معاكم الان طبيعة الحال القاعدة مازال ما كملناش مازال نديرو لها وحد وحد الخويط طبيعة الحال اللي بغا تديرو تديرو لن بغا تشتديرو فهي جات رائعة بحالك جات زوينة لاحظوا معايا مزيان الآن غندخل الابرة اسفل هديك الناس